ما بين 25 إلى 35% هي نسبة الاقتصاد الموازي في الجزائر حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات ظاهرة باتت ترمي بتقلها على الاقتصاد الوطني خصوصا في ذل غياب إحصائيات رسمية حول دروف تطورها تشجيع المؤسسات على ترسيم العمال وتأخذها منهم خطوة في اتجاه الانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي يجب أن هذا يكون فهلاً للإنرجاع مع قيشة وفعله بسيطة الإنفرماتية يجب أن تكون الإنفرماتية تستطيع الوطني يجب أن تكون الإنفرماتية تستطيع الوطني لأنهم لا يمكنهم أن يستطيع الوطني ثم يجب أن يستطيع الوطني للعباء في تقلقات الوطني في termos de cotisation social ودعاً للسكوريات السوشية وللحد من ظاهرة الاقتصاد الموازي عملت الجزائر على توسيع مجال التغذية الاجتماعية من خلال تقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة في ضرف تاربع سنوات كانوا لدينا 400 ألف مشترك لقدموا الاشتراكات حالياً جاوزنا 250 ألف مشترك هذا وينتدر إطلاق تحقيق شامل على المستوى الوطني لتقدير مدى انتشار النشاط الموازي في الجزائر ترجمة نانسي قنقر